شكراً سيد الرئيس لم تمكن مجلس الأمن منذ شهرين من أداء المهمة التي كلف بها والمتمثلة في صون الأمن وسلام دوليين من خلال وقف حمام الدم الذي نشهده في الأراضي الفلسطين المحتلة وفي إسرائيل وليس لذلك سوى سبب واحد هو أنانية الولايات المتحدة الأمريكية وتعنتها وانحيازها والتي تمنع مجلس الأمن من التدخل وطوال ذلك الوقت فإن أعضاء المجلس لم ينفكوا يسمعون واشنطن تكرر أنها ستطلع بدبلوماسية خفية في حين أن الجميع يجب أن يقف في الجانب في الوقت الذي يتباهى فيه ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في ردهات دبلوماسية الدولية والنتيجة واضحة حمام دم للمدنيين الفلسطينيين لقد قتل الآلاف من الفلسطينيين والقصف بلا هوادة الذي يستهدف المدارس والمستشفيات ومنشآت الأنروة متواصل وتنوي إسرائيل اليوم إغراق الخنادق والأنفاق بمياه البحر بما سيكون لذلك من تدعيات وخيمة هي ديبلوماسية الأمريكية تخلف وراءها الأرض المحروقة والدمار من جديد ولا يسعنا سوى أن نقول أن من الصعب أن نتوقع أي منطق من الإدارة الأمريكية الحالية وعلينا أن لا نوهم أنفسنا بهذا الشأن أيها زملاء الوضع حاليا استثنائي يتعين علينا أن نتصرف أيها زملاء العزاء كيف ستفسرون لمواطنيكم والذين يخرجوا مئات الألاف منهم للتظاهر في المدن الغربية والأمريكية ما ستقولونه لهم لو أنكم وصلتم رفض وقف إطلاق النار هذا كيف ستواجهون شركاءكم في الشرق الأوسط الذين يتطلعون لاعتماد مشروع القرار هذا نهار اليوم أملي أنكم تفهمون أن ما من أحد سينسى ذلك لا في المنطقة ولا خارجها يطالب العالم بأسره اليوم حماية غزة من الدمار الشامل من الإبادة الكلية لسكانها علينا أن نختار اليوم نحن مخيرون بين الالتحاق بالمجتمع الدولي المتحضر والذي يطالب بإنهاء العنف أو أن نجد أنفسنا في الطرف الخاطئ من التاريخ مؤيدين أفعالا همجية وغير إنسانية التاريخ لن يغفر لنا ذلك إن الاتحاد الروسي يدعو مجلس الأمن منذ أيام وأسابيع للاستجابة لطلبات وقف إطلاق النار وفورا وفي 16 أكتوبر المنصر كنا قد قدمنا مشروع قرار في هذا الاتجاه ولكن للأسف وبسبب مواقف الوفود الغربية فإن هذا المشروع بقى بالفشل واليوم الثامن من ديسمبر وللأسف فإننا أهدرنا وبلا طائل شهرا ونصف علينا اليوم أن نحيي مهنية وشجاعة الدبلوماسية العربية وفي طليعتها الإمارات العربية المتحدة التي تولت مسؤولياتها وقدمت هذا النص الضروري الذي يدعو لوقف إطلاق النار نحن نعلم أن من حيث الشكل فإن هذا النص يندرج في العرف العريق لنصوص مجلس الأمن بشأن الملف في ملف الشرق الأوسط ونحن مقتنعون أن أي كانت نتيجة تصويت اليوم فإن أبو ظبي قدمت مساهمتها لأشغال مجلس الأمن ولا ننسى ذلك وأما زملائنا الغربيون فأمامهم فرصة لعلها الأخيرة أن يكفروا وأن ينضموا لصالح هذا المشروع أملنا أنهم سيستغلون هذه الفرصة شكرا ترجمة نانسي قنقر